45 حالة مشتبه بإصابتها بالفلاونزة الموسمية دخلت هذه الردهة المخصصة للأمراض التنفسية داخل مستشفى الحسين في الناصرية لكن اللافت وفات 14 حالة منها حالتان أكدت نتائج التحليل المختبري إصابتهما بالمرض حالات اللي كانت مثبتة أنه الفلاونزة الموسمية وثبتت بتحليل المختبري حالتان فقط من ضمن حالات اللي دزيناها البغداد الانتجة التحليل هي بوزاتف إلى H1N1 بقية الحالات كانت مشابهة بالأعراض السريرية لكن هي من ضمن الفلاونزة ومضاعفات الفلاونزة ووسط هذا التداخل في الأعراض شكلت هذه الحالات قلقا لدى الأجهزة الصحية في مستشفى الحسين والتي أشارت إلى أن ارتفاع أعداد تلك الحالات جاء مع بداية الانخفاض في درجات الحرارة وبعد انتهاء موسم زيارة الأربعين طبعا بدأت من قبل 45 يوم ما يقاربوا اللي هي ويفترة بداية الشتاء وكذلك عند انتهاء الزيارة الأربعينية حقيقة نحن الدول المجاورة أثبتت حالات خصوصا جارة إيران حتى عندنا شكوك أن بعض الزوار هم اللي دخلوا حالات الأجهزة أنوان وتسجل مناطق الغراف والشطر شمال الناصرية العدد الأكبر من حالات الإصابة مقارنة بباقي مناطق المحافظة فيما أشار مختصون إلى أن المضاعفات الحادة التي يسببها المرض على الجهاز التنفسي هي التي تجعل منه مرضا خطيرا تبقى يعني فلاونزا المشكلة وين؟ المشكلة لأن فلاونزا تتطور إلى ذات الرئي ويصاحبها ضيق وإلى آخره أما عراضها العمومية يعني عراض فلاونزا عادية جبناها للطوارئ كل شيء تخربطت عندنا لا أكل ولا شرب جبناها للطوارئ هم قاموا بالواجب بلاجين وأبرو دويات يعني اهتموا بها اهتمام تحالي الحمد لله زينة شوية تعبان صار لخمسة يام تقريب ما يقدر يهكي لا يقدر يشرب التنفس ماله كل شيء ضعيف حالات الوفاة التي سجلها هذا المستشفى تثير الكثير من المخاوف وتعيد الانفلاونزا الموسمية أو الوبائية إلى دائرة الاهتمام والضوء مرة أخرى من داخل مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية أحمد السعيدي الحرة